بيروت للطاقة بنسخته الخامسة لنستغل هلوقت القليل ونشكر محطة الام تي فيتا نطلع مباشرة ونتكلم عن مشروع الممول من الاتحاد الأوروبي واللبنان من خلال وزارة الطاقة والمياه وتحديدا المركز اللبناني لحفظ الطاقة شريك فيه أنا لحترك المجال للبحث والتكلم عن هذا المشروع أكتر لزمالينا من الدول المتوسطية وسمحولي إبدا مع مستر جوسيت بيك ريانزا من إيطاليا لحيحنا شوي أكتر عن المشروع جزيلاan نشكتن أن نشكتب نهايصال الأخرى المدzel التعليقات و السفره على المقدس الم الهيض من المدينة المركوا في المدينة بمنامز منها العقلية المترجمات و المجال مادثة شهرم المدينة أنه قد نشكتب في نحن المدينة من الركز الكريمة ويقوم بشكل موجودة من أجل العاصف المغربية من محلول الدولية من المستقبل والمملكة من تجربة ومعركة للعافية المنطقة المتابعة للمشارك السابق المنطقة الأهواراية للتحديد من تحديد الإسلامية وإنهاج المستقبل في المدiterranean المغربية ويقوم بسبب المغربية لها تحديد ومشاركة المشاركة المتابعة وكما أجهزاء إطاليين، سوف نشارعنا الكثير من المسارات التي نتعلمنا في كل هذه عامة التنظيم والسطورات. وكذلك سيكون لدينا أجهزاء أجهزاء من المدينة المدينة. أيضاً تطبيقات ترشيد الطاقة. المشروع يتواكب مع توجه الحكومة المصرية تجاه نشر استخدامات الطاقة الكهربائية الشمسية الموزعة سواء في المناطق النائية أو في إنارة القرى وأيضاً في ترشيد الطاقة. وبالتالي الاستفادة من الخبرة المصرية المتراكمة مع الدول المتوسطية المشتركة في المشروع. من ناحية أخرى المشروع بمثل عدة نواحي إيجابية لمصر منها رفع جودة المنتجات، مواقمة نظم الشمسية للأجواء المصرية والأجواء المتوسطية من حيث ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وإيجاد منتجات بتتسم بالمواقمة مع طبيعة العمل في هذه الأجواء. أيضاً إيجاد معايير وطنية ودمجها في أكواد البناء وبالتالي تخفيض استهلاكات الطاقة، تدريب الكوادر المحلية وأيضاً زيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة الشمسية. The 2021 year 27 Project has been launched with this financial instrument with almost 2,000 million euros of investment. We have received this year recognition from the European Commission for this financial instrument. ونريد أن نشارك هذه المعارضة مع كل جميع المعارضة في هذا المعارض بسبب أن المعارضة المعارضة في المعارضة المعارضة لتساعدة المعارضة المعارضة. في مساعدة المعارضة المساعدة المعارضة المكراسات تنسامها ومن lain combinations من المعارضة المعارضاء المعارضة المالية علاوة المعارضة المعارضة متحدثة لتعجبات تصب الدعمتية ترجمة نانسي قنقر منشكر الحاضرين منشكر الشراكاء الأعضاء من الدول الأوروبية شكر كبير للإتحاد الأوروبي اللي مول هالمبادرة وبإسم المركز لبناني لحفظ الطاقة وبإسم موزارة الطاقة والمية منشكر كمان للإتحاد الأوروبي لتمويله وشكر كبير للأم تي في ولللقاء بعد ما نكون إن شاء الله حققنا نتائج هالمشروع شكرا لكم 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 لأنها يتميز بسيارة لأن случانيا لا تعتقد على المحل لديك المحل للقناة على الكثير من المنظمة هناك النظرية على المددان على المنظمة الطبيلس لكيه الإنسان لأنه يشكل مقام بإجراء الدولة وحديثوا جيدة حكمة العمل لكيه الإنسانة إنها المشهدexp أخر المعضم نفسي موسيقى البشرية وهذا الموضوع التالي هو المسهولة المصبوع من المنزل وضوط الملح بيضاء حلقة بسقدرية وسط المستمره في السلاة مثل الووجود لنا أنا في المنزل من المنزل القدرية في العام مراتي في عام موجود قد جدًا وموجود القدرية وطالي شخص التجربية or regional regulations that helped a lot to develop the sector and in our project we will discuss much about regulations about solar ordinances and my colleagues probably will comment about that just I want to say that as Italian partnership we have on board the major Italian research center for renewable energies ENEA and also the Italian ministry for environment that has implemented particularly in Tunisia and Egypt many cooperation projects in the sector. Thanks. Thank you. 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 And we have a couple of Thank you. هو بيتواكب مع تحول أو بداية نقلة كبيرة في استخدامات الطاقة الشمسية الموزعة اللي هي distributed solar technologies سواء بالنسبة للفوتوفولتيك أو للسخنات الشمسية في العديد من المناطق في مصر في عندنا مشروعات كبيرة بيتم تنفذها نارة الألاف من المنازل والتجمعات السكنية المنتشرة في مصر من خلال التعاون مع بعض الدول زي دولة الإمارات العربية وأيضا من تمويلات حكومية مصرية خالصة في الحقيقة في مجموعة من الحوافز تم إقرارها عشان نقدر نحن نمشي في هذا الاتجاه وهو من خلال الفيدن تاريف وأيضا والنيت ميترينج والمناقصات التنفسية وأيضا المناقصات الحكومية نتمنى إن شاء الله أن الفائدة تعم بالنسبة للدول المتوسطية في أن نحن من خلال المشروع نقدر نحق أهداف وطنية وأيضا أهداف متوسطية مشتركة وشكرا لحضراتكو وشكرا للبنان وشكرا للشركات في المشروع I would like to add that not only the financial instruments and technical instruments is important I think that it's very important to have an energy planning and adequate energy planning taking into account all the actors in the markets, economic actors, social actors we are working very hard the last year I would like to highlight the last energy planning in Andalusia during this planning we have the renewable energy has had an incredible increase we have now 19.3% of renewable energy as in the percentage of the primary consumption 38% of the electricity now are coming from renewable energy this is important because to have this energy planning is important but also I would like to highlight the research strategy it's important to have this strategy as a key point and in Andalusia we have two main research centers these research centers are collaborating with us in this project one of these partners is IET this technological center it's a key element in the Andalusia system innovation they are collaborating permanently with us in the creation and definition of Andalusia plans for innovation and technology and we have also the Platform Solar of Almeria it's a research center created in 1980 I would say that it's the most innovative research center not only in Spain but also in Europe in CSP plans and I would like to invite you to the next international event that will be held in Andalusia in November next November within this MED DESIRE project we will have the opportunity to share our experience also in Andalusia and we are organizing these events in collaboration with other international events in Seville that is CSP today and so that I hope to see you in Seville next November Thank you l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie a été créée en 1985 en Tunisie c'est un établissement public opérant sous la tutelle du ministère de l'Industrie et de l'Energie et ayant pour mission la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la maîtrise de l'Energie par le développement des énergies remouvelables la mise en place des programmes d'efficacité énergétique et de substitution de l'Energie je vais dire deux mots sur le programme ProSol qui a permis jusqu'à maintenant d'installer plus de 700 000 m2 de capteurs solaires et avant d'essayer de dupliquer notre expérience dans les autres pays partenaires ou dans d'autres pays de la région on a déjà dupliqué cette approche Gagnagognon et ce partenariat public privé qui est le mécanisme ProSol en lançant après le succès du ProSol en lançant le ProSol tertiaire c'est le développement et la promotion solaire thermique dans le tertiaire le ProSol Industrie, le ProSol ELEC qui est destiné à développer le solaire photovoltaïque connecté au réseau aussi le Promoisole c'est la promotion de l'isolation dans les maisons et le Promofrigo qui consiste à remplacer les réfrigérateurs de plus que 10 ans par des nouveaux réfrigérateurs qui sont plus performants enfin avec la politique déjà nationale maintenue et l'engagement contenu de l'Etat tunisien dans la promotion de l'énergie solaire notre projet MedDesire participera sans doute dans l'atteinte des objectifs deux plans d'action des énergies renouvelables en Tunisie qui prévoient entre autres l'installation d'environ 1,5 gigawatt de photovoltaïque et plus de 2,5 millions de mètres carrés de capteurs solaires thermiques à l'horizon 2030 Merci Nous pouvons avoir deux questions sur le couloir si vous avez des questions spéciales à nos collègues de l'Etat, de l'Etat, de l'Etat, de l'Etat nous pouvons avoir deux questions otherwise nous pouvons移er à la prochaine conférence de presse Il semble que c'est assez clair Je voudrais remercier les collègues que le monde est en train de se dérouler pour une coopération fructueuse dans le framework de l'Etat de l'Etat de l'Etat Avant de se dérouler, je voudrais remercier un peu de questions logistiques parce que nous avons beaucoup de choses en parallèle et dans le cristal, nous avons une session par la UNDP et la Banque du Ban de France concernant le financement de l'énergie renouvelable qui se déroule de l'énergie qui se déroule d'un jour à l'heure du cristal du cristal de l'Etat avec les autres séances sur les objectifs de l'énergie renouvelable qui se déroule dans le cristal de l'Etat and then we have another press conference by the League of Arab States and the Regional Center for Renewal Energy and Energy Efficiency and last but not least a press conference by UNDP Lebanon and Banque Liban of France regarding the prizes they will select the winners of the Earth Card prizes so I hope you enjoy these coming two hours thank you again for you thank you to our colleagues and in five minutes we start with IBL Bank thank you